للمزيد من الإضاءات حول الوضع الإنساني في السودان معنا من بورت سودان الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود الدكتور كريستوس كريستو دكتور كريستو أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاين نيوز عربية ولو تضعنا في صورة آخر ما رصدتم من الأوضاع الإنسانية وأين تتفاقم المعاناة أكثر بالنسبة للمدني شكراً لاستضافتي أذكركم فقط بالأعداد الذي ذكرتها منظمة الصحة العالمية فيما يخص الأسابيع الماضية ولحد الساعة فإنه طبعاً النظام الصحة هش جداً وقبل الحرب كان هشاً ولكن الأمر يتدهور أكثر أكثر من سبعين بالمئة من المنشآت الصحية في معظم الأماكن في السودان لا تعمل إما لأنها دمرت أو نهبت أو لأنه ليس لديهم إمدادات كافية أو موظفون كافون في الوقت ذاته في منشآتنا حيث المستشفيات تعمل فنحن نرى بأن واحد من بين ثلاثة أشخاص حين يدخلون إلى مستشفياتنا بسبب الحرب وطبعاً معظمهم من النساء والأطفال هذا ما يحدث في هذه الحرب وطبعاً فيما يخص النازحين داخلياً فأجرينا استطلاعات تظهر بأن هناك زيادة في الأمراض المتعلقة بسوء التغذية وخاصة مثلاً النساء الحوام الألائي يفقدن أطفالهن بسبب ذلك وسوء التغذية ينمو أكثر فأكثر هذا هو الوضع الآن وهذا مقلق جداً وهذه الأعداد التي تحدثت عنها وأن لكم رصد أيضاً لعدد المصابين من النساء والأطفال في المشافي العاملة لكم أين هي هذه المشافي التي تتحدث عنها؟ أين تتواجد؟ لأن بورت سودان مثلاً هي ولاية آمنة بعيدة عن العمليات القتالية ولكن ماذا عن ولايات السودان الأخرى؟ وهل ما زالت بالأساس لكم طواقم عاملة هناك؟ لحد الساعة نحن نعمل في ثماني ولايات وإحداها هي العاصمة الخرطوم والتي طبعاً قد تأثرت بشدة العديد من الناس الملايين من الناس نزحوا من الخرطوم إلى أماكن أخرى وحتى هنا إلى بورت سودان وهناك الكثير من المستشفيات في الفاشر والمستشفى التركي في الخرطوم وكان علينا طبعاً أن نعمل فيها أو نقفها أحياناً وأيضاً في دارفور في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب نحاول طبعاً أن نعيد عمل المشاعة الصحية مثل زالينغي التي تأثرت بشدة بفضائع الحرب وأيضاً في الواد النيل والواد الأزرق هذه هي الأماكن التي تعمل فيها المستشفيات ولكن الحاجة أمس في أماكن أخرى بالتأكيد ومع من تنصقون على الأرض دكتور كريستو في هذه الولايات خاصة وأنا كذكرت بعض الولايات المشتعلة جداً كولايات دارفور ومدينة الفاشر مثلاً مع من يتم التنصيق في العمل الإنساني والصحي هناك؟ كأطباء فنحن نتعاون مع المشاءات الطبية الموجودة أينما كانت وأين هناك خدمات مع وزارة الصحة فنحن نتعاون معهم ولكن علينا أن نتصل أيضاً مع الأطراف المتحاربة أقصد الطرفين المتحاربين فهما يتحملان مسؤوليات وينبغي أن يحاسب أيضاً وتواصلنا مع الطرفين هذا لأننا بحاجة لأن نضمن أمنة وسلامة موظفين وخاصة في تلك المناطق التي ذكرتها من قبل إذن التعاون مع الأطباء أينما كانوا في السودان ولكن التواصل والمفاوضات مع طرفي القتال الجيش وقوات الدعم السريع دكتور كريستو تحدثنا قبل قليل في مرض الخبر عن الاستجابة الإنسانية للسودان وتراجعها كثيراً بعد دخول هذه الحرب لعامها الثاني كيف تقيم ذلك وحجم النقص في الأموال التي تدعم النواحي الإنسانية تحديداً وكيف تقيم حتى الاستجابة الإنسانية الدولية في السودان حتى الآن شكراً لهذا السؤال بالطبع العديد من منظمات الأمم المتحدة تعاني من نقص كبير في التمويل وطبعاً هذا هو الواقع وفي الوقت ذاته هناك أيضاً منظمات غير حكومية لا تستطيع المجيئة بسبب طبعاً المخاطر الأمنية ولكن ما نقوله للجميع هو أن هناك الكثير من الحاجيات التي الناس بحاجة إليها ويمكن أن يبدأ من أي مكان وبتقديم المساعدات الإنسانية بكل الموارد الموجودة مشكلة التمويل هذا أعتقد بأنها تفسر كل شيء وهذا سبب عدم وجود الكثير من المنظمات هنا كل المنظمات والوكالات وخاصة التابعة للأمم المتحدة عليها أن تفعل ما في وسعها للعودة وطبعاً كل الدول أيضاً عليها أن تمول تلك المنظمات لتعمل بالنسبة لمنظمتنا هذه ليست مشكلة فنحن طبعاً مستقلون مالياً ولحد الساعة قررنا حتى بأن نزيد من نشاطاتنا هنا حتى نحاول أن نسد الفجوات الموجودة بسبب نقص التمويل يعني على كل حال ربما في لقاءات أخرى سنفصل معكم أين تتعرض تواقيمكم لعمليات المضايقة أو الإخفاء أو غيرها مما صدر عن أطباء بلا حدود من بورت سودان الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود الدكتور كريستوس كريستو لك جزيلاً شكراً على هذه الإضاحة ترجمة نانسي قنقر